هل يسح القول أن الجزائر في وضعها الحالي وفي موقعها الاستراتيجي المعروف أصبحت ربما تشكل إحدى المرتكزات البارزة لمشروع النظام الدولي الجديد الذي وظفت له هذه الحرب حتى يتحقق لأن المتغيرات المحلية هي دائما انعكاس للصراع الدولي القائم بين القوى الكبرى لأنه لما الآن نشوفوا مثلا التركيز على المؤسسة العسكرية لكن واقعيا المؤسسة العسكرية كقطاع استراتيجي هو في تحالف استراتيجي مع روسيا منذ زمن شكو اللي دخلت الصين الصين أخذت نصيب فرنسا اللي تراجعت تراجعت في كل إفريقيا سبانيك ما في تزاير للآن فرنسا وش تعمل عن طريق وكلاءها المحليين أو المتعاونين كما تسميهم أو الحركة الجدد كما يعني حتى نكون أكثر وضوح اللي هي قلت بعد قانون غاستون وبعد اتفاقية إيفيون ما هو السر في اتفاقية إيفيون مش فقط المرسل كبير ومش فقط البرامج النووية والكيميائية وإنما فئة المتعاونين اللي خلتهم فرنسا وإلي حطتهم في مراكز القرار وإدارة الإدارة فرنسية بيش نشوف القرار السياسي القرار السياسي هو بيروقراطي لما تكون عندك الإدارة فرنسية اكتب على روحك أهدر نحن متكلمش على اللغة الفرنسية المتداولة في الشارع هذا أمر آخر لكن لما تكون عندك الإدارة فرنسية يعني عندك دولة داخل الدولة لما يكون القائمون على مراكز صنع القرار بمعنى عندك مقررين داخل الدولة حتى ولو كانت هناك إرادة سياسية رانا شوفنا النضرة في المواد الغذائية الصعوبة في السيولة العرقلة العرقلة شكون يقوم بيها يقوم بيها الناس اللي يدافعوا لمصالح فرنسا في مواجهة الصين بعد أنها مقصودة دكتورة بيسر مقصودة مكانش حاجة صدقها كيكة عفوية للصدفة وفرنسا قلت تلتزم لهؤلاء تلتزم لهم بالحماية والامتيازات لذلك نشوفوا هذه التعيينات الحماية والامتيازات في مقابل أن هؤلاء يلتزمون لفرنسا بحماية مصالحها في الجزائر خلينا نكمل أستاذ فكرة مهمة فكرة مهمة لذلك نقول أن الفساد كان الواجب التركيز على قطاع التربية قطاع الثقافة قطاع الخدمات وين تهي من فرنسا بنقاباتها بالمتعاونين متاحة ويعني الفساد منتشر لكن التركيز على مؤسسة الجيش لأن مؤسسة الجيش تابعة استراتيجيا لروسيا سواء من حيث التجهيز أو التاهيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر